الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الأحباب والكرام هناك أحكام مهم جدا جدا أن تفهمها وأن تتعرف عليها مسألة الناس في الشتاب والبرد تكثر الأسئلة على مسألة المسح على الجورب المسح على الشراب المسح على الخف المسح على الحزاء الحاجات دي كلها وإن كان المسح على الحزاء من السؤال مشهور بس برضو جائز بس لهم وصفات خاصة فدي أحكامها إيه هل الشراب اللي بنمسح عليه له شروط هو فيه أصلا يجوز المسح أصلا على الشراب وهل له شروط طب لو فيه خروق هينفع نغسل عليه طب لو رقيق لدرجة اللون البشرة باين من تحته ينفع نمسح عليه طب مدة المسح قد إيه لينا نمسح قد إيه طب من أول مسح طب إيه نواقض المسح أصلا عشان نعرف طب هل أنا لو مسحت وخلعت الشراب ينفع أصلي بالمسح ده طب المسح ده أصلا إيه حكمته إيه أدلته في الكتاب والسنة وهل موجود عليه أدل إلا في القرآن أو في السنة عايزين نعرف المعاني دي كلها طيب بالنسبة برضو المسح على العمامة واحد لابس عمامة الطائية الخمار الست اللي لابسه خمار ينفع نمسح طب لو حد مكسور ولابس بتاع كده جبيرة أو جبس أو كده هينفع يمسح عليه ويمسح عليه قد إيه وإيه حدوده يعني إيه حدود المسح على الجبس الجبس الزائد لو حتة مكسورة حتة يعني ربنا حفظنا وإياكم حتة مثلا قد كده في محتاجين جبس لها عشرة سنطي هل لو بقى عشرين سنطي هينفع نمسح ولا الجبس الزائد ده لازم يتشاله ولا يتساب واللي إحكيت القصة دي كلها طب أنا لما أمسح على الجبس أو الجبيرة أو كده الجبيرة اللي هي الجبس يعني هل لازم بقى أن أنا أعوض فأتيمم عن الجزء ده الأبور دي كلها مشاكل بيقع فيها الناس والناس تسأل طب لو الشراب اللي أنا لابسه تخين أوي أوي ينفع أمسح عليه طب في بعض الناس شراب روش كده يعني طالع كده مش مغطي يدوب مغطي كاف الرجل هينفع نمسح على ده ولا مينفعش نمسح عليه يعني حاجات مهمة حاجات مهمة عايزين نعرف أدلتها والأحكام المتعلقة بيها عايزين نبص حبيبي في الله الخوف يعني إيه الخوف أصلاً إحنا بنسمع الخوف الخوف ده مشهور ورجع يعني يبقى موجود تاني ولا لا الخوف ده كان زمان ولازال موجود مرضو وإن كان مش منتشر الخوف ده عبارة عن جلد حاجة جلد كده زي الشراب بس جلد بتتلبس على الرجل عشان يتمسح عليه وبردو كخدوها بالمرة كده والشراب كمان عشان يتمسح عليه الشراب اللي هو الجورب عشان يتمسح عليه لازم يغطي الكعبين لازم الجزء اللي هو مفروض يتغسل كله زي ما قلت لحضراتكم في الوضوء لازم كل يكون متغطي لازم كله يكون متغطي يعني الشراب اللي مش مغطي الكعبين إيه الكعبين أصلاً إنتوا فاكرين إيه الكعبين إحنا عندنا ده كاف الرجل مثلاً وفيه الساق فيه كعبين كده عظمتين ناتئتين هما دولي الكعبين العظمتان الناتئتين أسفل الساق وأعلى القدم القدم اللي هي مشت الرجل كاف الرجل خلاص بكل وضوحه بكل بساطة لازم الكعبين دول في الوضوء يتغسلوا ولازم الكعبين دول عشان نمسح لازم يكونوا متغطيين لو الخف نازل تحتهم لا يصلح للمسح لو الشراب نازل تحتهم لا يصلح للمسح خلاص يبقى مسألة الخف هو ما يلبس من على الرجل من جلد ونحويه يغطي الكعبين يغطي القدمين إلى الكعبين طب المسألة الأولى اللي هنتكلم مع حضراتكم عنها حكم المسح على الخفين ودليله المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة وهو رخصة من الله عز وجل رخصة مين احنا اعتدنا أن قصة رخصة يعني اللي مسافر أنت مثلا في السفر رخصتك أنك تقصر الصلاة الربعية ويباح للمسافر أنه يجمع الصلاة قادي برضو من أحكام السفر اللي كتير من الناس بيخلط فيها الناس متخيلة أن قصر الصلاة للمسافر رخصة أما بالنسبة لي جمع صلاة الظهر والعصر فالبعض يظنوها أنها أيضا رخصة زي قصر الصلاة وشتانة شتاء دي رخصة النمى دي مباح وفيه فرق أصولي بين الرخصة والمباح الرخصة يعني مستحب الرخصة يعني مستحب يعني فعلها عليه حسنات أما المباح يستوي فيه الفعل والترك على حسب الأوفق والأيسر والأفضل لك يعني أنت مثلا شفت أن الأسهل لك أنك تجمع المغرب والعيش في وقت المغرب خلاص شفت أن الأسهل أنك تجمعهم في وقت العيش خلاص شفت لأ أنت هتصلي وعايز تروح تصلي العيشة في البلد مع أصحابك في المسجد اللي جانب بيتكم خلاص فده مباح أما مسألة قصر الصلاة بقى لما تيجد صلاة في السفر المستحب على قول الجمهور أن تصلي الصلاة الربعية سنائي المستحب يعني إيه؟ يعني حضرتك لو جيت صلاة الصلاة الربعية سنائية يبقى أجرك نقص يبقى أجرك نقص أنما لما تصليها سنائية يبقى خدت الأجر الأعظم حققت أعلى حاجة وبعض العلماء زي الظاهرية ورجحوا الشيخ الألباني بيقولوا لا دا القصر في السفر واجب أم إحنا الوقت بالنسبة بقى للمسحة للخفين المسحة للشراب حكمه أنه رخصة للمسافر ورخصة للمقيم شايفين جمال الدين شايفين عظمة الشريعة تسهيل للمسافر والمقيم ليه لأن فيه مشقة على الناس فيه صعوبة غسر رجلين في البرد وكلام داو لا يسيد إلبس شراب وإمسح على الشراب ما فيش أي مشكلة بس له شروط طيب عايزين إيه الأدلة دا تخفيف من الله تبارك وتعالى على عبادي ودفع للحرج ودفع للمشقة وقد دل على ذلك السنة والإجماع إيه السنة؟ أما السنة تواترت الأحاديث أحاديث متواترة والأحاديث المتواترة تفيد يعني قطعية الدلالة تفيد اليقين زي ما القرآن قطع الدلالة مش حديث أحاد يفيد ظنية الدلالة لا دا قطع الدلالة أحاديث الأحاد في الاحتجاج بها زي أحاديث المتواترة في الاستدلال بها زي القرآن بالضبط زي ما ده قطع السبوت قطع الدلالة ده قطع السبوت قطع الدلالة يبقى تواترت الأحاديث تواترت الأحاديث على سبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أحمد يقول ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها صحيحة معتد بها عند الإمام أحمد بن حنبل والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه بيقول ليس في أدنى شك أي شك من جوازه من جواز المسعى الخف أو طبعا الشراب كمان يعني الجورة كمان وقال الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة يعني عنده سبعين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الحسن البصري رحمه الله تعالى ومن الحديث التي استبتة في هذا الباب حديث جرير ابن عبد الله وخدوا بالكم حديث مين حديث جرير ما تنسوهاش حديث جرير بيقول إيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه بالا ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش وخدوا بالكم من رأوي الحديث جرير ليه؟ الأعمش عن إبراهيم يقول كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية الوضوء اللي فيها فإن لم تجدوا ماءا فتيممه كان بعد نزول آية إيه؟ آية الوضوء عشان ما يجيش حد يقول ده التيمم نسخ لا ده دي الحديثة هو بعد نزول آية الوضوء لأن إسلام جرير كان سنة عشرة أما نزول آية المائدة في غزوة المريسيع اللي غزوة بين المصطلق ودي كانت سنة ستة هجرية الدليل اللي بعد كده الإجماع نقل النووي الإجماع عن ابن المنزر على مسألة مشروعية المسح على الخفين قد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر وكذلك يجوز المسح على الجورب وأكمل مع حضراتكم بإذن الله يتمرك تعالى الحديث عن المسح على الخفين في اللقاء القادم فإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة